مرحبا بكم من جديد افتتح سمو الشيخ منصور بن محمد براشد المكتوم رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود فعاليات الدورة الـ 25 من معرض انترسك هي الأكبر في تاريخ المعرض العالمي الرأت في مجال خدمات السلامة والأمن والحماية من الحرائق والذي يقام بدبي في الفترة الممتدة من الـ 16 إلى 18 من يناير 2024 تحت شعار ربع قرن من ابتكار التكنولوجيا الأمنية ويشارك في المعرض المقام تحت رعاية سموة في مركز دبي التجاري العالمي ألف عارض من أكثر من 60 دولة بزيادة قدرها 20% عن الدورة العام 2023 وقام اسمو الشيخ منصور بن محمد براشد المكتوم بجولة في المعرض تفقد خلالها عددا من الجناحات الدولية المشاركة ومن أبرزها الجناح الألماني الذي يضم 55 شركة تطرح من خلالها مشاركتها في المعرض أكثر من 100 منتج وخدمة تسعى الشركات الألمانية للتعريف بها من خلال المعرض الذي يعد أحد أهم التجمعات العالمية للمعنيين بقطاع السلامة والأمن والحماية من الحرائق كذلك اطلع سمو خلال الزيارة على أحدث الحلول والمنتجات التي تقدمها الشركات العالمية الرائدة المشاركة في الحدث واستمع سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد المكتوم لا شرح حول الأقسام الخمسة الرئيسية التي يضمها المعرض وهي الأمن التجاري والمحيطي الأمن الوطني والشرطة الحرائق والانقاذ السلامة والصحة والأمن السبرانية وعلى هامشي أول أيام المعرض كرم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد المكتوم الفائزين من كوادر قطاع الأمن الخاص في دولة الإمارات ضمن دورة الأولى من جائزة الاحتراف والتميز الأمني والتي انطلقت بدعم من مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية في دبي ترجمة نانسي قنقر